اطلقت سلطات محافظة كربلاء العراقية في العام 2006 مبادرة اقامة حزام اخضر حول المدينة وزرعت عشرات الاف اشجار النخيل والزيتون والاوكاليبتوس بهدف الحد من التصحر والعواصف الرملية التي تضرب المدينة الواقع جنوب العاصمة بغداد لكن بعد ستة عشر عاما لم يعد هذا الحزام الاخضر الذي كان مقررا ان يمتد كقوس طويل حول المدينة يؤدي الدور المحدد له بسبب الجفاف والاهمال بدأ هذا الحزام الاخضر واستكشرنا خيرا بانه مصاد للرياح ومصاد للأتربة وقلنا يا الله بعد ذلك بدأ الاهمال هذا صرف عليه مليارات الدنانير مليارات الدنانير صرفت على هذا الحزام بعد ذلك انترك تركة الحكومة ويقتصر هذا الحزام اليوم على جزئين الاول يمتد بطول 26 كيلو مترا وعرض 100 متر من الجانب الجنوبي والثاني بطول 22 كيلو مترا وعرض 100 متر من المحور الشمالي ولم تعد اشجار هذا الحزام كافية وقادرة على الوقوف بوجه العواصف الرملية التي باتت ظاهرة متكررة في العراق أنا نرى حقيقة نفذ من هذا المشروع انقسم الى قسمين حزام اخضر جنوبي وحزام اخضر شمالي نفذ من حزام الاخضر الشمالي 22 كيلو متر وبعدها توقف لعدم وجود السيولة المالية من الحكومة المركز مما ادى الى هلاك كثير من النباتات ويتهم ملايين العراقيين السلطات والاحزاب التي تقف وراءها بالاهمال وسوء الادارة وبالاضافة الى الاهمال فان العراق يعد من اكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر خصوصا جراء تزايد حالات الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات اشتركوا في القناة